استضاف مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب اجتماعا حكوميا برلمانيا مشتركا لبحث مبررات صفة الاستعجال في المراسيم بقوانين التي صادرت عن حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى وذلك قبل عرضها على المجلسين وفي مستهل الاجتماع أشاد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب بهذه الخطوة التي بادرت الحكومة الموقرة للدعوة إليها وذلك لإطلاع أعضاء مجلسي الشورى والنواب على مبررات صفة الاستعجال التي دعت إلى أصدار المراسيم بقوانين كما أكد معاليه دعم السلطة التشريعية الكامل للقيادة الحكيمة ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها لما من شأنه تخفيف العباء التي تمر بها البلاد ماليا نتيجة التراجع الحاد في أسعار بيع النفط عالميا وقد مثل الحكومة في هذا الاجتماع معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجلة الوزرية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الذي أكد أن الاجتماع يأتي بناء على توجيه من سمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك في إطار ما تكنه السلطة التنفيذية من تقدير واحترام لدور السلطة التشريعية لا سيما وأن التعاون والتكامل فيما بينهما يحقق في نهاية المطاف المصلحة الوطنية العليا بعدها استعرض سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب المراسيم بقوانين التي صدرت بصفة الاستعجال وعددها 15 مرسوما بقانون فرضتها الظروف المالية راهنة وجاءت استكمالا للبنية التشريعية الاقتصادية في المملكة بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي ودمج بعض الجهات الحكومية تلافيا للإزدواجية في العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية وتقليل النفقات وأضح سعادته أن المراسيم بقوانين يتعلق بعضها بدمج أو إلغاء بعض الجهات الحكومية وذلك بهدف تخفيض النفقات وترشيدها أما المراسيم بقوانين الأخرى فهي تتعلق بالسلطة القضائية والشأن الاقتصادي والحقوق والمزايا التقاعدية وقد أشاد عدد من عظام مجلسي الشورى والنواب خلال الاجتماع بهذه الخطوة التي تكرس وتعزز نهج التعاون والتنسيق المشترك القائم بين السلطتين منوهنا بأن الدستورة قد كفل اتخاذ مثل هذه التدابير في الظروف الاستثنائية المالية التي تشهدها المملكة اشتركوا في القناة